اشتركوا في القناة الملطة خلفاً لجيسيكو هينتشل الذي شغل هذا المنصب ومقره بالرباط على مدى سنوات الخمس الماضية المؤسسة المالية الدولية أوضحت في بيان أن سيد ندياي سيقود مشاركات البنك الدولي مع حكومات بلدان المنطقة والحكومة الملطية وشركاء التنمية وباقي الفاعلين المعنيين في مبادرات تتنسق أو تتصق مع أولويات هذه البلدان ورؤية البنك الدولي لإيجاد عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش وسيقود سيد ندياي على الخصوص الشركات الاستراتيجية للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطة وسيشرف على محفظة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار فصلة 5 أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة تنجة طوان الحسيمة عن تنظيم النسخة الخامسة لملتقيات الأعمال بفالونسيا بإسبانيا وتشكل الملتقيات مناسبة للمركز ولشركائه بمنظومة ريادة الأعمال للكشف عن فح والعرض الترابي لتحفيز وجذب الاستثمار وأوضح المركز أن الملتقي يأتي بعد النجاح الباهر الذي عرفته النسخة الأولى لملتقيات الأعمال والتي احتضنتها كل من الدار البيضاء وإشبيليا وبرشلون بالإضافة إلى النسخة الافتراضية المنظمة عن بعد أقيم بطنجة حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الدولية المواهبة التقنية للشركات الناشئة المبتكرة في المجال البيئي المنظمة بمبادرة من نادي المسيرين وعادت الجائزة الأولى في المسابقة لصالح مشروع يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأكسجين الطبي بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية فيما آلت الجائزة الثانية إلى مشروع أكوا دي سولو الذي يقدم حلا بديلا ومستداما لملايين الأشخاص الذين لا يستطعون الوصول إلى مياه الصنبور بينما آلت الجائزة الثالثة إلى مشروع آي سيم ميكو ماتيغيو الذي يتمثل في استغلال مخلفات البلاستيك والبناء لإنتاج مواد قابلة للاستخدام في مجال البناء والنجارة تراجع تسعار النفط قليلا اليوم بعد أن أسفر الإعصار بريل الذي ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية عن أضرار أقل من المتوقع مما هدأ المخاوف إذا أطراب الإمدادات ونزلت العقود الأجلة لخام برين 49 سنة إلى 85 دولار فصلة 26 للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنة إلى 81 دولار فصلة 79 ارتفع تسعار الذهب اليوم في حين تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين لشهادة جيرون باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أمام الكونغريس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية للمركز الأمريكي وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2363 دولار فصلة 71 للأوقية كما صعدت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.3% إلى 2369 دولار فصلة 80 ختموا النشر الاقتصادية لليوم مشاهدين نشكر لكم طيب المتبع في أمان الله